طيب خلينا اتكلم مع حضراتكم عن شوية مشاكل كمان وهي مشاكل عامة في كرة القدم المصرية مش بتكلم على حد بعينيه مش عارف ليه الناس مش واخدة او هذه المشاكل مش واخدة الحيز من اهتمام السوشال ميديا وبعض وسائل الاعلام اللي عمالها تطلع تتكلم فمثلا يعني هناك اندية ممنوعة من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم وهنا انا مش بتكلم عن نادي والله انا بتكلم عن ثلاث اربع اندية موقوف القيد بتاعها بقرارات من الفيفا في نادي عن ثلاث قرارات اقاف لحين ما يسدد المستحقات يعني ما ينفعش الاندية الموقوفة دي تعمل اي حاجة او تعمل اي صفقات لانها اسمها ايه موقوفة من القيد وليه محدش بيتكلم في الحاجات دي ليه اتحاد الكرة لا يعلن عن اسماء الاندية الصادر بحقها قرارات اقاف للقيد مش من عندنا مش من نادي الاهل ولكن من المحكمة الرياضية الدولية والفيفا ليه ما بيتمش الاعلان علشان نحافظ على حقوق اللاعبين والاندية الاخرى الاندية الاخرى لا بتخش معهم في صفقات يعني وفي الاخر اللاعبة نفسها مش عارفة تنتقل لاندية ليه اتحاد الكرة ما يطلعش للرأي العام ويقول والله احنا حصلنا المديونيات من الاندية اللي كانت عليها مديونيات هل ده حصل ولا لا طيب ايه المشكلة لما اتحاد كرة القدم يطلع يقول ازاي الاندية دي ايادت اللاعبة وهي عليها مديونيات كبيرة والله هنا انا ما بتكلم عن نادي ولا في دماغي نادي والله في اندية كتيرة عليها مديونيات وانتدفعش اصلا